بهدف تطوير البنية الاقتصادية في مصر ورفع معدلات النمو الاقتصادية تواصل الدولة خططها في إلاء اهتمام خاص بقطاع الصنعة برنامج عمل الحكومة الجديدة سعى لمراعاة هذه الشواغل ذلك من خلال استكمال البناء على ما سبق إنجازه خلال الفترة الماضية وتعزيز تحسين بيئة الأعمال لدعم المستثمرين المحليين والأجانب بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية تولي الحكومة اهتماما كبيرا لتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة البرنامج الحكومي الذي يأتي تحت عنوان مع النبني مستقبلا مستداما يسعى لاستكمال مسيرة العمل السابقة والبناء على الجهود المفزولة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب وكذلك تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة فضلا عن مواصلة العمل على إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسياتها في الأسواق المحلية والدولية في الوقت نفسه تستكمل الحكومة تركيزها على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية وفي هذا الإطار وضعت أجهزة الدولة برنامجا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كسيفة العمالة تعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلية وتتبنى تنفيذ برنامج قومي بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة كما تواصل الحكومة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعات المحلية لنحو مائة واسنتين وخمسين فرصة استثمارية محددة على المستوى القومية بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي بالإضافة إلى متابعة الخريطة الاستثمارية الشاملة التي تم إطلاقها لعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل وموزعة على مستوى المحافظات واتصالا بالمحور الرئيسي الثالث لبرنامج عمل الحكومة والمعنية ببناء اقتصاد تنافسي جازب للاستثمار أكدت الحكومة سعيها المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصدرات وتستهتف في هذا الإطار زيادة معدل نمو الصدرات بما يتجاوز 15% سنوياً هي إذن أهداف واضحة ورؤية ثاقبة تسعى الحكومة الجديدة من خلالها لإحداث نقلة نوعية على صعيد التنمية الصناعية ومن أجل تلك الغاية أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز الجهود والتنسيق بين الوزارات المعنية ومن ثم تحقيق النجاح والريادة اشتركوا في القناة